إذن البداية من حقل الشرارة جنوب ليبيا الذي ينتج 240 ألف برميل يومياً ويمثل 25% من إنتاج النفط الخام في البلاد تديره شركة أكاكوس النفطية بشراكة مع شركاء جانب على رأسهم شركة ريبسل الإسبانية حقل الفيل مشاهدين ينتج 80 ألف برميل يومياً وتم اكتشافه عام 1991 تديره شركة مليتا النفطية مع إيني الإيطالية يعتبر حقل البوري البحري غربي البلاد من أكبر الحقول في البحر الأبيض المتوسط اكتشف عام 1976 وينتج الآن أكثر من 23 ألف برميل من النفط يومياً كما تديره شركة مليتا النفطية بالشراكة أيضاً مع إيني الإيطالية أما حقل زلطن فهو يعتبر من أكبر الحقول النفطية في خالج سيرت شرقية البلاد ينتج يومياً 40 ألف برميل واكتشف هذا الحقل عام 1956 وتديره شركة سيرت لإنتاج النفط والغاز حقل الفارغ مشاهدين الذي يعتبر أكبر الحقول الغازية في ليبيا أو من أكبرها ينتج حوالي 160 مليون قدم مكعب من الغاز وحوالي 9 ألف برميل من المكثفات أنشئ هذا الحقل عام 1962 وتديره شركة الواحة النفطية حقل بحر السلام وهو حقل غازي يقع قرب الحدود مع تونس وينتج نحو مليار قدم مكعب من الغاز يومياً اكتشف هذا الحقل عام 2005 وتقوم شركة مليتا بإدارته تقدر مؤسسة الوطنية للنفط الطاقة الإجمالية للمصافي بنحو 380 ألف برميل يومياً أكبر هذه المصافي هي راسلانوف شرقية البلاد التي أنشئت عام 1982 وتقدر وطاقتها الإنتاجية بحوالي 220 ألف برميل يومياً تأتي مصفات زاوية مشاهدين ثانياً في ليبيا وتنتج 120 ألف برميل يومياً هي مصفات أنشئت عام 1974 تبلغ القدرة الإنتاجية لمصفات طبرق التي افتتحت عام 1986 نحو 20 ألف برميل يومياً أما القدرة الإنتاجية لمصفات البريقا فتصل إلى 10 ألف برميل في اليوم وقد أنشئت هذه المصفات عام 1962 1962 مقرها الرئيس في مرسى البريقا الانتاج الفعلي لمصفات السرير مشاهدين بالكفرة التي افتتحت عام 1988 يصل إلى 10 ألف برميل يومياً الحديث اليوم عن فكرة ينشاء مصفات الجنوب التي ظهرت فكرتها في ثمانينيات القرن الماضي والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 20 ألف برميل من النفط بحسب المؤسسة الوطنية للنفط طبعاً آخر حصيلة مالية أعلنت عنها المؤسسة مشاهدين كانت في شهر إبريل الماضي حيث كشفت هذه الإحصائية عن وجود إجمالي المبيعات النفطية وصلت إلى أكثر من مليار وستمائة وثمانين مليون دولار منها نحو مليار ونصف المليار دولار من بيع النفط الخام فقط ترجمة نانسي قنقر